تحية طيبة للجميع نلقاكم متابعين عبر قناتنا الثانية نقدم لكم جديد تقصر جزائر وهذه المرة سنقدم لكم آخر ما تشير إليه التعديثات من خصى المناطق الولايات المعنية بتساقط الثلوج بداية من الإضطراب القادم بداية من السبت 27 من شهر نوفمبر ليلا إلى غاية الأحد والاثنين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر نوفمبر إن شاء الله إذن الخير قادم بقوة إن شاء الله إذن القدوم إذن ثراب قطبي المنشأ سيكون محمل بأمطار وثلوج الثلوج ستكون حاضرة خلال هذه الثلاث أيام أيام السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر نوفمبر على مرتفعات النعمة والمشرية مرتفعات البيض مرتفعات الأغوات مرتفعات الجلفة وتيارت مرتفعات السعيدة والسدي بالعباس وتسيم سيلت وأيضا جنوب ولاية نمسان مرتفعات المدية وعين الدفلة مرتفعات البوليدة مرتفعات تيزي وزو مرتفعات سطيف وبرج بارريج وأيضا البويرة مرتفعات قسنطينة ميلا وأيضا مرتفعات أم البواقي ومرتفعات سوق هراتس وتبسة وولاية باتنا إذن كل هذه المناطق هي معنية بتساقط الثلوج سنوفيكم بموعد تساقط إن شاء الله الثلوج وعلو تساقط الثلوج السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا